الأربعون النبوية للإمام النبوي الحديث السابع الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوسين الدهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الحديث الثامن حرمة دم المسلم وماله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم